اشتركوا في القناة الفيلم يعتبر رقم 11 في عالم هير ريزر والمأخوذ عن قصة نزل سنة 1986 وبتحمل إثمة The Hellbound Heart لكاتب قصص الرعب الشهير كليف باركر الفيلم اتعرض أول مرة يوم 28 سبتمبر سنة 2022 في مهرجان فانتاستيك فيست في الولايات المتحدة وبعد كده نزل يوم 7 أكتوبر في نفس السنة على خدمات الفيديو اندباندا وبالأخص شبكة هولو الفيلم بيبتدي في سربيا وتحديدا في بيلجراد وبنشوف سيدة كبيرة في السنة اسمها سيرينا والسيدة دي كانت راحت قبلت راجل غامض علشان تشتري صندوق في مكعب غريب بالنيابة عن راجل سري اسمه رولاند فايت فبعد وقت بسيط وفي قصر رولاند اللي كان عامل حفلة كبيرة سيرينا قبلت هناك شاب اسمه جوي وقالت له ان رولاند عايز يقبلك ومستنيك وقالت له على المكان اللي حيقابله فيه فجوي رح على طول ودخل قاعة كبيرة وكان فيها شوية أنتكات معروضة لكن جوي أعجبه بشدة بجسم غريب كان موجود في القاعة فأول ما مسك الجسم ده جاله رولاند عشان يقابله وقال له الجسم ده عبارة عن لغز وحاول تحله فجوي سأله هل فيه جايزة لو أنا نجحت في حل اللغز ده فرولاند رد عليه وقال له أكيد فجوي ابتدى يحاول يحل اللغز ده وابتدى يحرك أجزاء من الجسم اللي في إيديه فجوي وقت ما بيحل اللغز تلعت سكينة من الجسم وجرحت إيد جوي فساب الجسم بسرعة وابتدى يصرخ من القلم وكان عايز يهرب من القاعة لكن رولاند بسرعة داس على زرار عنده وقفل الباب على جوي وبيبتدي أحداث الفيلم طبعا مش حكرن الفيلم ده بالفيلم اللي نزل سنة 1987 وطبعا لأسباب عديدة أول حاجة عشان أول جزء كان فيلم قديم والخدع اللي فيه كانت على قدها مقارنة بالفيلم اللي نزل الأيام ده بالإضافة أن الفيلم القديم كان يعتبر في وقته فكرة جديدة عكس الفيلم اللي حتكلم عليه دلوقت فرأيي بالنسبة للفيلم الجديد ده كان عادي جدا وما كانش فيه أي مفاجأة من نحة القصة عشان القصة كانت بهدف تطويل مدة الفيلم بالإضافة للمواقف الكتيرة اللي كانت غير منطقية برغم أن أول الفيلم كان بيشجع على المتابعة وبشدة فالفيلم مدته كانت حوالي ساعتين إلى عشر دقايق تقريبا وفي رأيي المتواضع لو الفيلم كان حوالي ساعة وتلتة أو ساعة ونص كان حيبقى أحسن من كده بالإضافة لموسيقى الفيلم اللي كانت معقولة بعض الشيء لكن كنت أتمنى الموسيقى تكون أحسن من كده أو على الأقل تكون مميزة ومناسبة للأجواء اللي احنا كنا شايفينها ده بالنسبة للحاجات اللي ما كانتش قوي في الفيلم أما بالنسبة للحاجات اللي عجبتني في الفيلم أول حاجة كان الصوت عشان كان جميل ودقيق بدرجة كبيرة على سبيل المثال لما كان أي حد بيحاول يحل اللغز بتاع الجسم الغريب أو المكعب الغريب الصوت اللي كان بيطلع من كل حركة كان ممتع وبيدي إحساس بالخطر والرعب في كل لحظة بالإضافة لخدع CGI أو خدع الكمبيوتر كانت جميلة وتنفذت بحرفية جديدة الحلو كمان في الفيلم كان الدزاين أو تصميم الأشخاص الغريبة أو الوحوش أو زي ما كان بيسموهم في الفيلم السينوبيت اللي كانت بتظهر كان التصميم بتاعهم مبتكر وجديد برغم أن تصميمهم ممكن يكون شبيه بعض الشيء بالوحوش اللي شفناها في ألعاب سايلنت هيل أما لو حتكلم بالنسبة للتمثيل فتقريبا ما كانش فيه غير اتنين اللي هما جورين فيزنيتش وأدسا إيزيان والاتنين الصراحة أقنعوني بأداءهم التمثيلي أما غير الاتنين دول الصراحة الممثلين المساعدين في الفيلم ده كانوا زي قلتهم خلاص الكلام فيلم هيل ريزر الصراحة بعد ما تفرجت عليه سألت نفسي أنا ليه تفرجت عليه تقييمي لفيلم هيل ريزر هو خمسة ونصة من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات إيه سبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا ومعجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات إيه سبب علشان نبقى نتناقش مع بعض وسلام ترجمة نانسي قنقر